تم اليوم الخامس 28 فبراير تنظيم لقاء لتقديم حصيلة منجازات النسخة الثالثة من برنامج إنجاز 2011 و2012 وإعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الرابعة من هذا البرنامج 2012-2013 هذا إنجاز وخاص بالطلبة الآن وصلنا تقريباً أكثر من 63 ألف طالب بهذه النسخة الرابعة إن شاء الله نجاوزه 28 ألف طالب وعممنا على واحد العدد للتخصصات ربما أهم الأرقام التي تذكرها هو أننا نتكلم على أكثر من 100 مؤسسة في التعليم العالي موزعة لعدد من المدن المغربية الآن كما لاحظت كان واحد التطوير في الجودة العرض التي يقدمها المتعهدين ونتمنى على الله أن هذا ينال الريضة للطلبة ويندرج برنامج إنجاز في إطار المحور الاستراتيجي التحول الاجتماعي لستراتيجية المغرب الرقمي 2013 الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنت دي الصبيب العالي وإلى المبادلات والمعرفة وذلك عبر الاستفادة من عرض تتكون من حاسوب محمول واشتراك في خدمة الأنترنت المتنقل من جيل الثالث جيتخوة سنسعى إلى تسيع المستفيدين من الحاسوب لأن الحاسوب أصبح بمثابة الكتاب لابد أن يرافق طلبة وأعيدهم كذلك أنه كل جامعات ستجهز بالويفي في محيط الجامعة وأن الطالب سيستفيد من المعلومة لأن البحث العلمي الآن رهين بولوج الطالب المعلومة إذن هذه المعلومة سنسهلها على الطالب البحث العلمي لأن المغرب لا يمكن أن يقوم إلا بالبحث العلمي واستفاد من برنامج إنجاز إلى غاية اليوم حوالي 65 ألف طالب بالنسبة تفعيل تقارب 85% يتوزعون على أكثر من 110 مؤسسة للتعليم العالي بعشرين مدينة وستشهد النسخة الرابعة استفادة حوالي 28 ألف طالب